السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في مطبخ ام البنات اذا انت جديد على القناة بتاعتي واول مرة بتشوفيني انزلي تحت الفيديو ده هتلاقي كلمة اشتراك او سبسكرايب باللون الاحمر اضغطي عليها وفعلي زر الجرس اللي جنبها واختاري الكل عشان يوصلك اشعارات باي وصفة جديدة بنزله وصفة النهاردة هتبقى لعيش الطوست الفرنساوي او الطوست بالحليب او الطوست الابيض هنعمله بطريقة سهلة قوي قوي ومش معقدة خالص كتير جربت وصفات اللي عيش الطوست بس الحقيقة ما كانتش بترضيني او كانت بتبقى كويسة لحد ما بس مش نفس النتيجة الجاهزة بس بجد دي اكتر وصفة جربتها وعجبيتني جدا او ما فرقتهاش ابدا عن برا نفس النتيجة ونفس الطعم ونفس القوام او شكل اللي عيش حلو جدا وطعمه احلى تعالوا بقى نشوف المقادير والطريقة ونبدأ في الوصفة على طول في بولا هضيف اربع معالق من السكر اربع معالق كبار اه لو هتستخدمي سكر خشن قليبي كويس جدا علشان ما هنخرصش معاك في العجينة وحط عليهم على نص من الخميرة هنزل عليهم بنص كباية من المياه الضفية هقلب بقى الخميرة مع المياه والسكر واسبهم مع بعض لحد ما يتفعله في بولا تاني هضيف بيطاني اتنين بدرجة حارة المطبخ هنزل عليهم بكباية ونص من الحليب الدافي يعني كده كمية السواء اللي انا استخدمتها كباية ونص حليب ونص كباية من الماي هنقلب كويس جدا البيض مع اللبن لحد ما يدوب تماما البيض جوى اللبن هنزل بقى عليه دلوقتي بخليط الخميرة اللي احنا عملناه وقلب كويس هتلاحظوا انا بنزل خليط الخميرة ان السكر لسه مدبشي عادي جدا هنهزله واقلبه كويس جدا لحد ما يدوب هنضيف على الخليط بيطانا ده خمس كباية من الدي المنخول دي متعدد الاستخدامات انا استخدمت الكوب المعياري هتقدر استخدمي موقع الشاي العادي بس في الوصفة بتاعتي دي انا استخدمت كمان شوية دي تانيين نص كباية دي لان طبعا زي ما اتفقنا مع بعض قبل كده ان انواع دي بتختلف في استهلاك كمية الميا يعني في دي بياخد ميا كتير وفي دي بياخد ميا اقل فانا استخدمت خمس كباية من الدي في الوصفة وحطيت نص كباية جنبي بدأت المي بها العجينة لحد ما لمت معي تمام انا لميته الاول بمعلاقة وبعدين نزلته بقى على المفرش السيليكون علشان ابدأ اعجينه كويس العجينة بتاعتي بتكون لينة بتلزق خفيف جدا تقدر تلميها بشوية من الدي طبعا هتلاقوا ان العجينة شبه سهيلة وانا بعجينها اه عشان التوص تطلع معاك ناعم جدا وما يكونش في فرغات ويكون طري اه لازم تكون العجينة بالشكل ده وهتلميها بدي زي ما انتو شايفين كده بالزبط هتلمي معاك العجينة بدي يعني ما تحاوليش ان كنتي تقولي السويل كتير او العجينة بازت مني لأ العجينة زي ما انتو شايفة كده وعليش بدي td ان انا استخدمتها في الاخر بدأ التلمي بها العجينة بالشكل ده وزي بردو بعد ما خلصت انص تلميها بالذيت ان السلام ناعم تلك العجينة للسه طريا بدأت ان انا للمّها بالزيت لحد ما بقيت معاك بالشكل ده يعني انا استخدمت الوقت على طوال دي خمس كباجات ونص من الدي دي بقى ربع كباية من الزيت انا استخدمت نصها في العجين والنص التاني بدأ الحلني بلعجين بعد مخلصت عجن وهتلميها حلني انا اه INA BEGIN THEA G PRIME هبدأ قلم بقى العجين كرة بالشكل ده. وهجيب الطبقة اللي انا هحطه فيه عشان يتخمر فيه العجين. هدينه كويس بالزيت. واغطيها بالستريتش فل. بسبب مكان دافي لمدة ساعة تخمر. لو انت الجاو برده عندك جدا ممكن تولعي الفرن خامس زيه وتطفيه. وتسيب العجينة علشان تتخمر معاك. تمام? ده شكلها بعد ما عدى عليها ساعة. ما شاء الله العجينة متخمرة كويس جدا. آآ حاجة بجد تحفى عجينة حلوة قوي. تقدر استخدامي العجينة دي في معجنات كتير جدا. تقدر استخداميها في البيتزا برضو. هتبقى حلوة قوي. هابط العجينة بتاعتي وابدأ ألمها. وانزل بيها على المفرش السيليكون. بس هرش طبعا رشها من الضيق. لان زي ما اتنا اتفقنا مع بعض ان العجينة لينة يعني لينة شوية. وملزقة خفيفة تقدري طبعا تتغلبها على التلزيق البسيط ده بشوية من الضيق. تمام? هابدأ قطع العجينة بتاعتي على قد الاوالي بالتص بتاعتي. انا عندي قلب كبير وقلب صغير شوية فهقطع العجينة نصين. بس بحاول اخلي نص اكبر من النص التاني شوية. النص الكبير هاخده قطعه اربع كطع علشان هعملها على شكل فطاير. تمام? انا بحب شكل التص جدا بالشكل ده. وبصراحة بحبه اكتر من القطع الواحدة لانه ببقى يعني لما بتعمل رولات كده كزا واحد بحس ان العجينة بمبقاش فيها فراغات خالص يعني مزاي التانية كمان. مزاي اللي بتكون قطع واحدة. زي مزاي اللي بيكون رول واحد. تمام? جربي دي ودي وان شاء الله يعني التانية هتعجبك اكتر. اللي بتتعمل على شكل فطاير هتعجبك اكتر. انا قطعتها زي ما انتم شايفين كده اربع اربع كطع صغيرين والقطع الكبيرة على القد القلب الصغير. هدهينه كويس بالزيت. انا بحب استخدم الاوالي بالالمونيوم جدا. لانه موصلة جدا للحرارة. هبدأ افرد بقى العجينة بتاعتك كده برشة من دي. العجينة لينة وطريقة بتتفرد معايا بكله سهولة. ومرتاحة كويس جدا. هفردها بالشكل انتم شايفينه ده. يفضل طبعا ان اكتخذي مقاس القلب من تحت كده على قد آآ آآ عرض العجينة. علشان يبطلع معاكي مزبوط. هبدأ قلم رولي بالشكل ده. الطرف ده على الطرف ده والتاني برضو. وابدأ قلب رول. بس اضغطي وانت بتلفي. انا طبعا هساويه على قد آآ القلب التوست اللي عندي. وهلم الطرف من تحت علشان ما يفوكش في العجيق ما يفوكش في التخمير. ده القلب الصغير جات صغيرة شوية هتضغطيها عادي جدا لحد ما تيجي على قد القلب. هسيبها بقى على جنب لحد ما اعمل القلب التاني. هجيب برضو كل القطعة وافردها بنفس الطريقة اللي فردت بيها الرول الاولاني الكبير. بس هفردهم على على هيئة رولات صغيرة. لو حسيني العجينة بتلزق معاكي رشة بسيطة جدا من الديه بس ما اقتريش. طرف ده الجوة والتاني الجوة برضو بنفس الطريقة. ولفها رول زي ما عملنا قبل كده. بس زي ما قلتلكم بدوندي بتلفي ضغطي علشان تلزق عجينة كويسة في بعضها. وما يبقاش فيها فراغات وانتي يعني لما تجد قطعي تلاقي ما تلاقيش في فراغات. هرصوم جنب بعض بالشكل ده. اشتركوا في القناة كده تمام. هسيب واقف مكان ده في اخمر لمدة ساعة. وده شكله بعد ما اختمر. هدهين ودخنا دهنا خفيفة جدا من اللبن او الزيت زي ما تحبي. بالفرشة بس براحة وانتبتدين عشان ما تخرجيش الهواء اللي دخلتيه في التخمير. انا مجهزة الفرن بتاعي سخن على درجة حرامتين. هدخله في الفرن الوسطاني لمدة ربع ساعة من تحت. وبعدين هطف النار من تحت وهو ولع الشوايا علشان ياخد لون ده هبي من فوق. وده شكله بعد ما اخرج من الفرن. اخد لون ده هبي جميل جدا من فوقه من تحت. آآ بفرشة كده بدهن اخفة من الزيت عشان تلماع الوش بتاعه. ورشة كده بسيطة من المية. انا بخلي بخخخخة عندي دليمان معجنات. آآ مجرد ما تطلع من الفرن برشها رشة خفة كده من المية. بتدي بتخلي لونها بيلمع حلوة قوي. وفي نفس الوقت بتطريها بسرعة. وهغطيها فوطة واسيبه لمدة نص ساعة في الاوالب اللي انا مساوية فيها. انا مش هخرجه خلص من القلب دلوقتي. وبعد نص ساعة هخرجه علشان يتهوى وما يعرقش في قلب القلب. شايفين بقى حبيب العجينة عاملة ازاي? بجد تحفة. عجينة حلوة جدا. طرية قوي. آآ مساماتها وقليلة قوي. مساماتها مفيش يعني يعتبر مفيش اصلا مسامات. آآ نشاء الله جميلة جدا. طعمها حلوة قوي. آآ طرية جدا. آآ طبعا تقدر يتحفظيه في الفليزر. آآ تقطعيه وتحفظيه في الفليزر لانه معلوش اي محسن. معلوش اي محسن الخبز. فطبعا مش هيقدر يستحمل كتير في بر التلاجة. هو ايوم بس. وبعد كده هتشيريه في الفليزر. انا بغطيه بعد ما بخرجه. آآ واسيبه بقى لمدة آآ مش اقل من اربعة ساعات لحدة ما يبرد خالص عشان ابدأ اقطعه. ويفضل لو تسيبيه ليلة كاملة في التلاجة وبعد انت بداية اتقطعي. آآ انا هبدأ اقطع اول قالب زي ما انتم شايفين كده بتقطع معي بمنتهى السهولة لانه برد خالص. آآ ومش بتهري مني والعجينة ما شاء الله متماسكة وجاملة جدا. ده القالب التاني اللي على شكل فطير. زي ما انتم شايفين كده العجينة عاملة ازاي بجد حلوة قوي حلوة جدا جدا. وهشة جدا. عاملة زي الاقطن بالزبط. جربين ان شاء الله وهتدعيلي. آآ ويا ليلة اللي تجرب الوصفة تكتبلي في الكومنتات انها عملتها وعجبتها. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم وكون ضيفة خفيفة على قلبكم. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة مبخ ام البنات الاميرة. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة